السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائنا الكرام في مقطع جديد نذكركم كالعادة بتفعيل خدمة الجرس ليصلكم دائما كل جديد حول دروسنا حول سلسلة التمارين حول الإصلاحات يمكنكم زيارتنا على موقع الويب www.lvia-academy.com كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك Lvia Academy نبدأ اليوم حصتنا بسلسلة موجهة لتلاميذ السنة الثامنة من التعليم الأساسي سلسلة في الاشتقاق اخترنا يعني دروس متفرقة مثلا اخترنا المصدر من الفعل المزيد واسم الفعل والمفعول وكذلك اسم الآلة واسم المرة واسم الهيئة في تمارين يعني متفرقة نحاول فيها أن نجعل ذهن التلميذ ملما بكل هذه الأناصر أو الدروس نبدأ بتمريننا الأول التمرين الأول ماذا يقول أعزائي؟ يقول اشتق المصادر من الأفعال المزيدة التالية يعني كتذكير للتلاميذ اشتقاق المصادر من الأفعال المزيدة عنده أوزان قياسي يعني فما أوزان نشتق وفقها ولو أنني أحبذ أن يكون للتلميذ يعني فطنة يعني حتى وإن نسي الوزن من المعنى أو من السياقي أو مما يتردد على سمعه يستطيع أن يشتق مثلا عندما أقول لك الفعل مثلا لدينا فعل تمر المصدر من هذا الفعل حتى وأن أنت نسيت الوزن حكا كيتخمم فيها شوي تقول المصدر يكون تمرد يعني ما تحاولش دي ما تقيد روحك بالأوزان لأنه تنجم تنسى الأوزان ووقت اللي تنسى الأوزان أنه أنت في مخك يعني كان حافظهم قوالب جاهزة وقتها تصعب عليك المهمة يعني لازمك تطوع ذهنك وتنسوا أنه يعني يجتهد في استخراج المصادر في اشتقاق المصادر حتى وإن نسياء الأوزان يعني الأوزان مش مجغولة بش نحفظوها لأن الحفظ عمره ما كان يؤدي إلى التعليم يعني الحفظ عمره ما كان مرتكز من مرتكزات التعليم الحفظ آلية يمكن أن نعتمدها بالتوازي مع الفهم بالتوازي مع الذكاء بالتوازي مع إعمال العقل والتفكير يعني دائما نحاول عدم الاعتماد الكل على الذاكرة ذاكرة الحفظ إذن الأوزان مثلا أعطيكم بعض الأمثلة إذا كان الفعل على وزن فاعل المصدر يكون على وزن مفاعلة إذا كان الفعل على وزن تفاعل المصدر يكون تفاعل إذا كان الفعل على وزن إفتعال المصدر يكون إفتعال إنفعال المصدر يكون إنفعال استفعال مثلا المصدر يكون استفعال إفعو على المصدر يكون إفعيل الآن نحاول أن نقيس عندنا الفعل زايد على وزن فاعل سأل على وزن فاعل جادل على وزن فاعل وراوح على وزن فاعل كلها على وزن فاعل ماذا قلنا في المصادر أعلى هذا الوزن يعني إن كان الفعل على وزن فاعل المصدر يكون على وزن مفاعلة بالتالي الكلمة الأولى مزايدة الثانية مساءلة الثالثة مجادلة الرابعة مراوحة وسألة وليست سألة فاعلة وليست فاعلة الآن استكتبا استكتبا استفعال استفعال يعني استكتبا استكتبا استنزفا استنزفا على وزن استفعال الوزن وزن المصدر طبعا كما قلنا استفعال يعني استنزف نمر الآن للسطر الثاني عندنا اقتطع اقتطع على وزن افتعال افتعال قلنا على وزن افتعال اقتطع اقتطاع الآن لدينا تتبع تمرد وتحسر كلها على وزن تفعال طيب قلنا إذا كان الفعل على وزن تفعال لا يكون المصدر على وزن تفعال نقول إذن تتبع تمرد وتحسر بالنسبة للكلمة الأخيرة احتكما احتكما على وزن افتعال المصدر طبعا يكون على وزن افتعال كما قلنا فنقول احتكام هذا عزائي بالنسبة لاشتقاق المصادر من الأفعال المزيد وعندنا أفعال وعندنا يعني حزن أخرى مثلا افعال افعال تكون على وزن افعال كما اسفر اسفرار نمر نمر الآن لتمرين اسم الفعل واسم المفهول من بعض الأفعال المقدمة عن السؤال يقول اشتق اسم الفعل واسم المفهول من الأفعال الدالية لدينا جملة من الأفعال لكن قبل أن نبدأ بعرض هذه الجملة من الأفعال نذكركم أعزائي بالقاعدة القاعدة تقول بالنسبة للأفعال المزيدة طبعا فما يهم تلميذ السنة الثامنة من تعليم الأساسي هي الأفعال المزيدة وليست الأفعال المشاردة بالنسبة للأفعال المزيدة نقول الاشتقاق اسم الفاعل نبدل حرف المضارعة ميما مضموما ما معنى هذا معنى هذا مثلا عندنا الفعل نأخذ فعلا من الأفعال السابقة مثلا الفعل راوحة عندنا الفعل راوحة راوحة يراوحو في المضارع يراوحو نبدل حرف المضارعة ميما مضموما ما معنى هذا حرف المضارعة هو الياء ياء المضارع تلك راوحة يراوحو صرفناه في المضارع ونبدل حرف المضارعة ميما مضموما و نكسر ما قبل الآخر يعني نبدلوا الحرف حرف المضارع نبدلوه ميم مضمومة والحرف قبل الأخير نكسره يعني الحرف قبل الأخير هنا هو ماذا؟ لدينا الراء والألف والواو والحرف لدينا الواو تلك الواو نكسرها فنقول بطبيعة الحال بعد أن أضفنا الميم المضمومة عوضا عن حرف المضارعة نقول مراوح هذا بالنسبة لإسم الفاعلي بالنسبة لإسم المفعول نفس العملية نبدل حرف المضارعة ميم مضمومة لكن نفتحهما قبل الأخير إن كان مكسورا نفتحه فنقول مراوح يعني إسم الفعل مراوح وإسم المفعول مراوح نبدأ الآن التماري لدينا ساءلة كما قلنا إسم الفعل ميم مضمومة مع كسر ما قبل الآخر فنقول موسائيل والهمزة تصبح على النبرة وليست على السطر هذا اسم الفعل اسم المفعول موسائل الهمزة ترجع على السطر راقبة مراقب أو كمكسورة قبل الآخر بالنسبة لإسم الفعل ومراقب مفتوحة ما قبل الآخر بالنسبة لإسم المفعول انتخب لدينا منتخب ومنتخب استفى لدينا مصطف يعني بالنسبة لهذا الفعل نحذف الألف المقصورة في الآخر لماذا؟ لأنه ستدرسونها في في السنة القادمة الأفعال المقصورة والممدودة والمنقصة هذا درس آخر مصطف ومصطف بالنسبة لإسم المفعول رجعها الآلف المقصور استقوى نفس الشيء مستقو وفقط و تحتها كسرتي مستقو ونحذف الألف المقصورة ومستقو رجعوا الألف المقصورة ونزيدوا فتحتين فوق الواقع مستقو فتح ما قبل الآخر بالنسبة لإستقر نقول مستقر ومستقر بالنسبة لأقبل مقبل اسم الفعل ومقبل اسم المفعول إحدودبا على وزني إفعى وعلا اسم الفعل محدودبون واسم المفعول محدودبون هذه قاعدة تجري على جميع اسم الفعل والمفعول من مضارع كسر ما قبل وما قبل الآخر بالنسبة لإسم المفعول اسم الفعل عفوا ومن مضارع وفتح ما قبل الآخر بالنسبة لإسم المفعول تمرين الموالي سيحدثنا عن أسماء الآلة أسماء الآلة أعزائي عندنا عديد الكلمات التي تعبر عن الآلة في العربي لكنها ليست اسم آلة يعني اسم الآلة عنده أوزان معينة كما مفعال كما مفعال يعني هذه أوزان خاصة باسم الآلة لكن عندنا مثلا كلمة سيف أو كلمة سكين أو كلمة بس تقدري مثلا جرار مثلا نحن نعلم أنه يؤدي وظيفة معينة هو آلة معينة لكنه صرفيا ليس اسم آلة يعني اسم الآلة عندها أوزان معينة وسنرى ذلك مع بعض قال اشتق اسم الآلة من الفعلتية وضع ثلاثة منهم في جمال الكلمة الأولى هي فتح 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 الباب مثلا ما هو اسم الآلة المتعلق بهذا الفعل اسم آلة على وزني مفعال مثلا فنقول مفتاح طرق النجار يطرق مثلا على أو يطرق المسامير بماذا يطرق المسامير بالمطرقة المطرقة اسم آلة على وزني مفعال برد بالمبرد برد بالمبرد فك بالمفك مفك البراغ مثلا سبك بالمسبك وضرب وضرب المكان أو إلى المكان أو إلى المصدر الميمية لكن الصح نقول مذرب الآن لنا الحرية في سيارة الجمال الآن التمرين الأخير التمرين الأخير يتعلق باسم المرة واسم الهيئة علينا أن نميز أين يكون اسم المرة وأين هو اسم الهيئة في هذه الجمال وفي البيت الشهير في الجملة الأولى إني لتعروني لذكراكي هزة كمن طفض العصفور بل له القطر أنا أحب هذا البيت كثيرا إني لتعروني لذكراكي هزة كمن طفض العصفور بل له القطر هنا لدينا كلمة هزة على وزني فعل والفرق بين اسم المرة واسم الهيئة هو أن اسم المرة على وزني فعلة واسم الهيئة على وزني فعلة وإن استعصى علينا التفريق بينهما نركز في السياق يعني إذا كان نزوز على نفس الوزن وقتها نركز في السياق لكن في الغالب لدينا فروق على مستوى الوزن هزة هنا على وزني فعلة بالتالي هي اسم هيئة هيئة عين القاضي موعد الجلسة الجلسة اسمه مرة على وزني فعلة جلست جلسة مرتاح البال يعني حتى كان مش بالوزن بالمعنى جلسة ومرتاح البال يعني هنا يحدثنا عن هيئة الجلسة بالتالي بالتالي هي اسم هيئة جلسة يعانق معلمته عناق الأمي عناق الأمي عناق هو اسم هيئة انطلق انطلاق السه كذلك اسم هيئة هو يصف العناق يصفه بأنه كعناق الأم والانطلاق يصفه كأنه سه نظرة المشتاق ايذن نظرة المشتاق هي اسم هيئة بأنه يصف النظرة بأنها للمشتاق قبل أمه قبلة قبلة كذلك اسم مرة لأنه لم يصفها بشيء فقط قبلة واحدة يمكن أن نقول نرجو أعزائي أن نكون قد يعني حصلنا بعضا من تحفيز الذاكرة لدى التلاميذ في هذه الدروس بالنسبة لإسم المرة وإسم العيئة بالنسبة لإسم الفاعل والمفعول بالنسبة لإسم الآلة وبالنسبة للمصدر من المزيد طبعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر